كعادتها تذهب روقيا إلى الحقل لإحضار جريد النخل كمادة أولية تنسج منها أواني لمختلف الاستعمالات النخلة كل شيء فيها يصلح عندنا جريد هذا نخدمه به نقول إحنا القفة لمضلة ساجد كل شيء هذه الليفة نخدمه منها العدة اللي يطلعوا بها النخلة الكرنافة نخدمه منها نقوله أنت على المنجج نخدمه منها الحكاكة أننا حقوا بها البرنوس ولا القشابية نديروا منه تاني قداشن حاجة وحاجة زائدة كاين اللي يقله ديروا قهوة كاين اللي يقله ديروا فراصه والقطعمير هذوك نديروا بهم البيخة علاقة روقيا مع سعف النخل تعود إلى نعومة أظافرها إلى الآن تتذكر كيف كانت تقلد والدتها إقامة المعارض بالصورة المعروفة حالياً أمر لا يساعد الحرفيين حسب روقيا رغم تقدم الحجة روقية في السن إلا أنها لا تزال متمسكة بحرفة يديها تنسج يومياً تحفاً في انتظار من يبتاعها منها